موسيقى اتزاديت لقيت بانني انا عندي اقام مربي عن جدة و جدي فين اياموي عاد لقيت موي مشوش ها فين او ابا عاد لقيت بام طلق مع موي يعني اتزاديت من دي بارك حن شوية يديوني كي وروني اخوتي اللي من باحث واحد بمالو كان كي بيع ويشري في الفروي على المرة اللي جات تقدم عندو كانت زوينك يمشي يخطبها عايد مع اوليد ولا جوج ويطلقها وعاو تاني يجوج بعد اخرى تلقيت عندي سبعمية وتمانين مليار اخ عارفوني عنا سايد اختي وباديع وحنا صغار باديع الممثلة عارفت علي يوم كبرت معهم حيث كنا افقاغتي واحد مشتعرفي الواليد عندي كان خطار الله يرحمه وسعلي غير واب الحلل طيب الحمدولي الله الواليدة ساي كانوا عندك عندك اخوة من الواليدة اخد ابو عندها سبعتاشر عام ولدات اخويا اسم محمد في ثمنتاشر عام وانا في تسعتاشر عام جوجت براج الخر هو اللي ارتربيت معاه هو اللي يكبرنيه الله يرحمه وسع عليه يعني وانا اعمل اراج الممي الله يعمرها ضار وبشيت عن دبات اول فاس تولقيت التوام شاه Slack واجه عنده اشيال الولاد في ذيك فاس يعني والمهم الحمدولالله عما قلتلك هاي الا اتذكر الكحل الى هذه واحدة منا بينها عارفت عينا و اعطته و البكين الكحل فهمت اي والحمدولالله تختكتي كل شيء كيفاش كان الطفولة دي الساعد السناجي اللي کنتي بحلوليدات ولكن من من الأطفال اللي كانوا كيعولوا على راسهم كيخدموا باش كيقراءوا باش كيستمروا في حياته اللاش ديال مين تزاديت حتدرت خمس سنين من السنين نوع مال خمس سنين ما نعقلش السنين كان عقل السنين كان عقل دخلوني الواحد اللي دخلوني المدرسة ديال الناس اللي لباسع اليوم وحنا ما عندناش فلوس كتسكن فقط عولد عيشة في براكة خالي كان كيقري في مدرسة عبد المومن عبد المومن كانوا كيقروا في عاغي شكون وشكون انها درست الفلوس ظهري قريت من الظهر كان قريم عولد لباسع اليوم كيليميني تا انا كيليميني بخير وعلى خير تل شهده في شهده نجحت في شهده بشيت عند الوليدة الفخونزفيل الفخونزفيل شنو فيه فخونزفيل فيه تاوغة كيليميني والفيلات والواليدة والواليدة رجل والواليدة سماه كارينا عند في واحد الفيلة اعطينهم ذلك لتحدي يالو ظهرهم كان للكره ذلك ساعات ترخيص 4-5000 ريال 5-5000 ريال من هذا كاري قلت سمعهم واني الوقت اللي تحولت من ذلك التحول من عند جدة و جدي في قطع ولد عيشة لعند الواليدة لقيت زوج الواليدة زوج الواليدة رغى الله يعمرها ذار واني انا مغانعرفش ذلك ساعات الله يعمرها ذار واني في ذلك الصغر بكت كنقول مالله يعمرها اش دار كي يدور فيها كنقول لها حاجر عليها يعني حيث انا ما عنديش بابا يعني شو بعش لك حل من الصغره طيارة البيضة قليل تقي بيها قالو خرج وليت كنمشي كنخرج نمشي عن جداف الصيف نبيع الديطاي ونبيع مسكافليو ونبيع البيضة ويكت بيع الحريرة في قارش ديال الجديدة بجديدة الشي ماشي في الدار بيضة وفي سوق كن ندبر على الرزيق وفي العشية كبش نتفرج بجاوة والغناء عزيز عليها وكن نعليق اليهم بشي العشرين درهم بشي نغني شي شوية ويكبدة المسيرة ديالي الغناء بحالة كده بحالة كده بحالة كده بقي صغيرة كنقول لك تناشر عام تناشر عام كنغني هنا كندبر على رصاتي أبخي وليد كنخرج هنا في كازا ودك الشي كن بغي نمشي للعرس ما كنبغي نمشي للعرس بغي برش الوليدة كيتحلف عليها أنا كنقول ما كي حمنيش وكن بغي ننقرام سكين شوية حيت الصغر ألوركت كنمشي كنغني صحها وفي الأخر كنبات عن صاحبي من القروب كل مرة كنلقى عشرين يوم وأنا غابر عليهم ما كيقلبوا عليها ما كيلقاونيش ما قيت غادي 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 هاتش ميك موسيقى